موسيقى السلام عليكم شباب معاكم مكو وعندنا حلقة محطة اخبار لعب وحلقة ناقش فيها اخر واهم اخبار لعب طبعا كل خبر اتكلم عنه يكون الرابط ماله في الوصف عشان اذا احبين اعرفون عن الخبر اكثر اتمنى اتعجبكم اخبار اليوم اول خبر عندنا عن تطبيق دايلي موشن حق البلاي ستيشن 4 اول شي اللي ما يعرف شونه هو دايلي موشن هو موقع حق الفيديوهات تقريبا مثل يوتيوب لكن في بعض الاشياء ما تحصلها في اليوتيوب تحصلها في دايلي موشن على امام احين هاي الموقع صار لتطبيق موجود على بلاي ستيشن 4 تقدرون تنزلونا حين ومشالله راح يجبكم طبعا هاي التطبيق راح يساعدكم وايد في اشياء حق البلاي ستيشن 4 مثل انه في خانات عشان اذا تبي تطالع الاشياء اللي انت بيها مثلا اذا تبي تشوف اشياء عن الرياضة او عن العالم خلق اقول او عن الجايمينج وفي قسم خاص حق اللايف ستريم حق اللي قاية يساون لايف ستريم عن الجايمينج عن اي لعبة موجود بعد فشي حلو انه حطوا هاي التطبيق وانا صراحة انا ستونس لما تشوف تطبيقات اكثر قاعدة تنزل على البلاي ستيشن 4 الخبر اللي بعد عندنا عن اساسينز كريد يونيتي طبعا شركة تيو بي سوفت حطت فيديو حق الحزمة قادمة حق لابة اساسينز كريد يونيتي وهاي الحزمة بتكون مجانية اي نعم اخيرا تحصل حزمة مجانية طبعا شركة يو بي سوفت اكيد سوت هاي الشي لانه لما تستغير يونيتي كان فيها وايد مشاكل وايد ناست ضايقة من هال مشاكل اللي في اللعبة فقرروا يعوضونهم بحزمة اضافية مجانية اسمها Dead Kings على امام هاي الحزمة راح تكون موجودة حق الاكس بوكس والبي سي تاريخ 13 يناير لكن حق البي اس 4 راح تكون موجودة 14 يناير اذا كنت تحبون لعبة Need for Speed وهذا الخبر بيعجبكم لانه في حين لعبة Need for Speed راح تكون موجودة على اجزة الموبايل اسمها No Limits كلما يتوقع ان هاي اللعبة تنجح ما يريد اذا اي او لا وشون بتكون طريقة اللعب على الجوال او لا على امام في عرض يحدد لكم اذا هل لا بتكون رواه لا واللي حبون Need for Speed اكيد بيحبون اللعبة سوني اخرى اعلنت عن مبيعات جهاز بلاي ستيشن 4 وقالت انه جهاز بلاي ستيشن 4 باع حوالي العالم 18.5 مليون جهاز مباع وفي موسم العياد بس باعوا 4.1 مليون جهاز طبعا ارقام خيالية حق جهاز بلاي ستيشن 4 وكيد راح يواصع لها النجاح ماردة ان تتفقون معي او لا بس علموا بعد شركة سوني قالت انه على الالعاب اللي المبيعة هي 81.8 مليون لعبة مباعا سواء كانت من الاستور او من المحلات وفي موسم العياد باعوا 17.8 مليون لعبة بعد او 17.8 مليون لعبة وهي موكل شيء قالت شركة سوني بعد انه عدد المستخدمين خدمة البلاي ستيشن بلاس وصلت عددهم لعشرة وصلت 9 مليون شخص مشترك في هاي الخدمة طبعا هاي الاحصائية لتاريخ 2 يناير من هاي السنة اخر خبر عندنا عن خاصية الفوتو مود في لعبة درايفي كلاب مارو اذا جربت هالخاصية او لا بس في هالشي او في الفوتو مود مبس في لعبة درايفي كلاب هاي الخاصية راح تسمح لكم بتاخدون صور حلوة حق اللعبة مالتكم بس في لعبة درايفي كلاب تكترون تاخدون صور احلى بقى الحق السيارات بطريقة حلوة في فيديو بعد شخص سوا لكم منتج تحريبه من هاي الصور سواها بطريقة حلوة إذا حبين تشوفون الفيديو والرابط في الوصف فيكون كل شيء يقوليون أتمنى أن أعجبتكم الحلقة وأتمنى أن أعجبتكم الأخبار تنسوا تدعمونا بالضغط على زر لايك اهم شي يتابعوني على انستجرام وتويتر اعت مكور ديبلز كم معكم مكور شكرا لكم بمتابعة مع السلام شباب